بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير خلينا نتكلم النهاردة عن الميديا في شهر رمضان احنا شهر رمضان ده شهر عبادة يا جماعة مش شهر فرجة على تلفزيون ولا على البرامج ولا على المثلسلات ولا على المسابقات ولا على برامج التوكشو ولا على برامج الاتفاهات ويعني هو خلينا كده نركز انه ده شهر ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا في السنة كلها علشان نتسابق في العبادة ده علشان كده كمان خللنا العشر ايام الاواخر اعتكاف يعني حتى بيقول لو انت مش قادر تقدر على نفسك في العشرين يوم دول اعتكف ابعد عن الدنيا كلها واعتكف في مكان منفصل تماما علشان تبقى بينك وبين ربنا وتتعبت في العشر ايام الاواخر اغتنم هذه الايام يبقى احنا علينا في شهر رمضان لابد ان احنا نبتعد بقدر الامكان عن الميديا عن الهواتف المحمولة عن السوشيال ميديا عن كل شيء ممكن يبعدنا عن عبادة الله سبحانه وتعالى او يلهينا عن قراءة القرآن وعن الصيام وعن الصلاة او يفسد علينا هذه العبادات خلينا نركز في ان احنا عملنا كله يبقى خالص لوجه الله ويبقى عملنا كله مكسب يعني مش اللي احنا بنعمله بالنهار بنضيعه بالليل مش العبادات اللي انا قضيتها طول اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فيه ان يدع طعامه وشربه يعني معنى كده ايه قول الزور يعني كل عمل فاسد كل قول فاسد كل شيء سيء يبقى اللي ما يتركش الاشياء السيئة دي هو سايب اكله وشربه ليه يعني ربنا مش محتاج اصلا انك انت تجوع نفسك وتعتشها لكن هو محتاج انك انت تبقى عندك اخلاق كويسة هو عايز منك انك انت تتعامل بصورة طيبة انك انت تعرف تنتقي الطيب من الخبيث ما تروحش على الخبيث وتروح تعمله وانت سايب الطيب انت سايب الطعام والشراب اللي هو شيء طيب ورايح على الخبيث اللي هو الاقوال والافعال الفاسدة ورايح بتاكل فيها طول النهار عمال تتفرج عليها وعمال تتكلم في التليفونات وعمال تتابع السوشيال ميديا واتتابع اخبار الناس وتعلق تعليقات وما الى ذلك لا احنا عايزين نحاول بقدر الامكان في شهر رمضان ان احنا نضرب نفسنا ونمرن نفسنا على ان احنا نبعد تماما عن كل شيء ممكن يفسد علينا هذه المنحة الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لنا في شهر رمضان يبقى بالنهار حنبعد عن الفرجة وعن الكلام في التليفونات الغيبة النميمة الكلام في سيرة الناس انتقاد الاخرين التعليقات التتبع الاخبار الاخرين كل ده حاجات متهمناش وما تفدناش بأي حاجة خلينا ندور على الحاجة اللي هتفدنا مش الحاجة اللي هتضرنا يبقى احنا نبحث عن كل شيء طيب جميل ونبتعد عن كل شيء سيء ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم يحلوا لهم الطيبات ويحرموا عليهم الخبائث اي شيء طيب جميل هو حلال لنا هو ده اللي هنقرب منه في شهر رمضان اي شيء خبيث هو محرم علينا ونبتعد عنه في شهر رمضان علشان شهر رمضان ده هو فرصة لان احنا ندرب نفسنا ان احنا نقدر ازاي نبتعد بقية السنة كلها وبقية حياتنا كلها عن كل الخبائث وازاي نحنا ننطقي الاشياء الطيبة الجميلة اللي نعيش عليها بعد كده طول العام بشكر ليكم حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته